أنا بديت هذا الرياضة بديتها في الجزائر هنا كيك بوكسينج ما يشماشي هنا في الجزائر بزراث ما كانش مدربين كبار هنا كان فرد مدرب هنا في المواي طاي معتامد عليه ومليح الشيخ عمار خلدون قدم ليه تحية أعاوني كيكون في الطايلوند معنوين ويظال يشجع فيها وأنا بديت بداية متواضعة كما تفضل عنده طموح كان عندي طموح والطموح هذا متمثل في الرياضة بصيفة خاصة في المواي طاي الملاكمة الطايلوندية وهذا الطموح ضحيت بزاف حواجة بش بش وصلت له ضحيت بقرايتي كنت طالق في جامعة أباس الغرور بلوكيت العام نتاعي كنت نقرأ رياضيات وعلام ألي بلوكيت العام نتاعي وعاوني الولد بمبلغ مدي كفر خيره كيفاش قررت تروح لطايلوند حبس طرايتك وتروح لهذه النوع من الرياضة كيفاش قررت كيف وجدتك الفكرة عبر اليوتيوب كان عندي هدف نتفرج في اليوتيوب نتفرج أبطال إعلاميين كما هذا كونكس كنت نتمنى أني نتلع لطايلوند ونشوف بوكسي قدامي بعد رب يعطاني فوق حلمي وبوكسيت له وولحمد الله وصلت معه الاخر مرحلة اكبر حلبة في ليوموند في تايفايت ومكان الجزائر بوكسة في طايفايت بالكردا كان وليد عثمان مستوى عالي بزاف بوكسة في طايفايت بالليغون مستوى عالي بزاف وليد عثمان قدم له ألف تحياره في تايلاند بذركة وحتى هو واحد ما متكلف به مكان حتى الدعم أدنى دعم بل بروح للدعم طيب انت هزيت تأشيرة ورحت لتايلاند قدمت تأشيرة 2017 قدمت تأشيرة ما عنديش مكانش هنا يا كونسيلاء مكانش صحيح دفعت مع الأجنس مرمير عاي عجنس في خروبا هما تكفلوا دو باسبور الفرنسا وجبوا لي تأشيرة سياحية للمدة 13 أشهر وبعدنا رحت بيها لتايلاند كونتاكتيت من هنا يا مارن عبد الرحمن هو مسلم مسلم تايلاندي ورحت أنا توكلت على العرب وصلت لبنكوك ما كان مكان حتى واحد يستقبلني ما نعرف والو ما نعرف لا فرنسي لا انجلي لا تايلاندية نعرف غير العربية وصلت لتايلاند ما كانش ليستقبلني ثم وزيت من تايلاند ومشيت ألف كيلو ألف كيلومتر بيش وصلت البوكات للمقر المتاع الجيم هذا اللي أنطريني فيه أول ما وصلت للمقر هذا وين تدربت كيفاش الأول يوم كان كيفاش الأيام اللولة وكل يضحكوا عليها ثم مكان لا تكنيك كنت ما أنطريني ونبكي وكل يضحكوا عليها ثم ما عندي تقنية ما عندي سوفل ما عندي قوة ما عندي ولو الحمد لله بعيد عن المستوى المطلوب بعيد خلاص خلاص ما كان حتى مستوى ثم والمدربة نتاعي ياو تايلاندي هو الحمد لله عطاني خبرة وكملت معه لقاني حاب نخدمه وصلت إن شاء الله الشي اللي خلقت روح من خانش لا لألف كيلومتر بعد بانكوك شي أمر سهل اليوم راهي قطعت آلاف الكيلومترات بيش تلحق المكان اللي تدرب فيه هذا فيلم ربما سيناريا وتاع فيلم كنا نشوفه بكري في أفلام جاكي شان وأفلام بريسلي كيفاش؟ ما هو الشيء؟ هذا كامل حب؟ عندك غراض مادي؟ عندك حبيت تربة؟ حبيت وش حبيت؟ كي نزوز حواج في رياضة هذه أنا حبيتهم اللولة في الجنب الديني ربي سبحانه وقالك في صورة الأنثال وأعدوا لهم ستعتم من قوة من مرعباتي خيل ترهبوني به عدو الله وعدوكم والجنب النفسي أنا نعشق في الموايطاي هذا فنعشق فيه كامل عند ربي من يكون صغير